وحزننا خلال ثلاث أيام هذا حداد أنت تعرف حداد هو قرار رئيس الجمهورية حداد ما هو قانوني أخلاقي أخلاقي هو أخلاقي بالدرجة الأولى فهذا الحداد كان يدوم اليوم الأربعة والخميس والجمعة وللأسف الشيء اللي لاحظناه قبل أن نتأسف هو خلال ثلاث أيام المؤسسات العمومية مثلا أو المسؤولين الغاو زيارتهم مثلا وزير الداخلية مثلا مدير العام للأمن الوطني والمؤسسات الإعلامية كذلك أنتم بينهم قناة النهار واش تعمل المؤسسات الإعلامية تلغي البرامج دات نشاط ترفيه ثقافي فني رياضي إلى خير فهذا ما قامت به كل القنوات وللأسف الاتحادية الجزائرية بكورة القدم برمج التلقاء يوم الجمعة يعني يوم ثالث بالنسبة للحداد ما زالنا في عزم برمجاته السبب نجه له ما نعرفه على كل حال البرمجات هذا اليوم فأنا نقول هنا لماذا يعني كان من المفروض يعني يقدروا يبرمجوه يوم السبت لماذا حتى اللقاء المتأخر متأخر بين شباب الوزداد لأنه شباب الوزداد رح يجريوا لقاءهم بالنسبة لل كاسم كونفيدرالي يوم ثلاثة يوم ثلاثة وبالتالي إذا كان لعبوا يوم السبت عندهم قادرين يلعبوا نفس الشيء بالنسبة لشبيبت القبيل ومبدلت فهنا وش نقول هنا هذا القرار التخدم من المسؤول هنا نطرح وسيل مع الناشمة معطيات من المسؤول على أخذ هذا القرار كلمة المفروض نجنبه من المسؤول هل هو رئيس الاتحادية أو جاء من جهة أخرى ولكن مهما يكون هذا القرار هو عدم احترام أولا قرار حداد لرئيس الجمهورية ثانيا نقدر نقول عدم احترام مشاعير المواطن الجزائري ترجمة نانسي قنقر